اشتركوا في القناة عن الأبراج وعلم الفلك وتأثيراتها على الحياة البشرية واليومية هيدا التأثير الكبير والأهمية الكبيرة اللي منوليها رح نستعرضها اليوم مع عالمة الفلك والأبراج جومانا وهبة بداية من رحب فيك سيد جومانا مرحبا كيفك ماشا الحال كيفك انت سيد جومانا حمد الله سيد جومانا منعرف عالم الأبراج والفلك هو عالم خاص بحد ذاته له هيكلية خاصة له نوعية خاصة فشو بيميز جومانا وهبة عن غيرها من علم الأبراج والفلك؟ اللي بيميزنا عن غيري هو مصدقيتي مصدقيتي مع الناس مصدقيتي بتوقعاتي مصدقيتي بكراءتي للأبراج وبالتحديد النشرة الفلكية تبعية الأبراج اللي بتعطيكي فعلا يلي بيبقى ناطر جومانا وهبة لتقرأ الأبراج فعلا عم بيقول مظبوط اللي عم بتقوله صح فهيدا اللي ميزني عن غيري وخليني يكون نمبر ون بالعالم العربي وأعلى نسبة مشاهدة بجيبة هل جومانا وهبة راضي عن الريتنج اللي عم بتجيبة؟ طب تقريبيا اي وبعد طموحي ان نكون بعد جيب أعلى وأعلى هلأ ما في حدا بنافسني لأنه نمبر وناني كله بيجيب بعضي بالريتنجز بعبر الشاشات والفضائيات ولكن اي كل العلم ما قالوا نهاية كل ما استزدت من العلم كل ما أرضيتي أكبر عدد من المشاهدين أكتر جومانا وهبة شو جديدك؟ صراحة هلأ عم بحضر لشغلاتي كتير مهمة للناس أنه في حملة توعية لا أقدر أفرق والناس تقدر تعرف والناس تقدر تستزيد من علم الفلك اللي هو علم موجود بحد ذاته مذكور بالديانات السماوية وانحكى عنه بالقرآن وربنا بصورة الواقع عم بقول فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسمهم لو تعلمونا عظيم بدي أحكي عنه هذا العلم اللي هو فعلا موجود وأقدر كمان أنه خلي الناس يكون عنده نوع من الوعي العالي لتقدر تفرق الفلك عن التنجيم لأنه كذب المنجمونا ولا وصدقوا ولكن نحن عم نحكي فلك وفي فرق كتير كبير بين الفلك وبين التنجيم التنجيم اللي بيعتمد على الاستعزمات بيعتمد على التلاصم بيعتمد على تحضير جن بيعتمد على الخزع بالات اللي هي مألة أساس وبنفس الوقت إنها منا مزبوطة يعني تأذي أكتر ما بتفيده ما بتفيد أبدا إذن علم الفلك هو علم قائم بحد ذاته ويعتمد على علم صحيح سيد جومانا إذا بدنا دايماً علم الأبراج والفلك بيتعرضوا لانتقادات كثيرة خصوصاً بالصحة الإعلامية موجود هيدا الشي والانتقاد موجود وينما كان فمش غلط إنه حدا ينتقدنا إذا كان بيفهم بالفلك ولكن الصحافة والإعلام عم تنتقد الدخلاء على علم الفلك فكمان معه نحق دخلاء على علم الفلك في كتير مدعيين بيقروا بيحفظوا لهم كم كلمة وبيطلعوا بقولوا علم الفلك وهن أبداً يعني اسأليه أوران السوين ما بيعرف اسأليه قدي نسبة تحركه على أي درجة ممكن يستفيد منه الشمس بأي منزلة بأي منزلة من الأبراج الأمر بأي منزلة قمرية ما حدا بيعرف إذا الفترة اللي موجودة عندك هي فترة مكتسبتها بالعلم؟ أكيد مية بالمية لأنه بدي يكون واحد عنده ما بينجح إلا اللي حابب شغلته وبنفس الوقت بده كمان يطوجها بالعلم هذه الطاقة دايماً بيقولوا أنه علم الأبراج والفلك مفروض يكون عندهم طاقة فطرية قبل ما تكون شي خلاق قبل ما يكون موجود على سح ما هي شي هي الطاقة الطاقة أنه أشياء إيجابية بتشعر فيها هالأشياء الإيجابية اللي بتشعر فيها هي اللي بتكون عندك الحافظ للنجاح وبنفس الوقت أنا مش بس أنه علمت فلك أنا كمان عندي ماستر بعلم الفلك والطاقة يعني كمان دستًا skeptical workshop في فار إست أو حتى دست ببلاد أجنبية وماعي・ش هيدات فيها وبددرس فيها وocalypse يجعل جلسات اليوغا والمديتيشن وبنفس الوقت حتى المُطلاق المُطلقي لع لاج الطاقة مش ها قل ل sprawd he F colour 好的 المُطلقي لع لاج الطاقة عندي شه ما كان عام بيعاني؟ كان عام بيعاني من الضغطات نفسية كان عام بيعاني من اكتئاب كان عام بيعاني من قُلأ! هل» مرض العصر هو الاختئاب فعم بقدر اسحب هالطاقات السلبية اللي عم بتولد عنده لها المتلقي للطاقة بعض الإشارات اللي عم بتخليه أنه مكتئب عم بتخليه مدي معصب ما في شي عم بيبصده بالحياة عم بيسحب هالطاقات السلبية وبيستبدلها بطاقات إيجابية عبر جلسات وتمارين خاصة وأكيد باعتمد فيها على موضوع الشهيق والزفير بالإضافة كمان للأفكار اللي بعطيها للمتلقي ليقدر يحسن من وضعه قدرت جمانا وحبي أنه تشفي أمراض أو مرضى من هذه القصص من دون ما نستعمل العقاقير وإلى باملالي أكيد أنا شهاتي بحالي حسبتي نتائج مهمة بهذا الموضوع أنا شهاتي بنفسي مجروحة ولكن فيك تسأل كتير من الناس ما في حدا تعامل معي أو تواصل معي إلا ما لقى نتيجة وفي ناس كتير كنت طلعوا معي ببرامجي على الهوى بتحكي عن تجربتها مع جمانا وحبي بالإضافة للاتصالات أنا برامجي لايف الوحيدة اللي بتطلع على المحطات الفضائية ببرامج لايف كله مسجل ما في إلا أنا والوحيدة اللي بتستقبل اتصالات الوحيدة اللي بتستقبل اتصالاته مع المشاهد أو مع المتصل عبر إن كان راديو أو حتى عبر تيفي فبتلاقي ياللي بيقلي شكرا مدام جمانا واللي بيقلي استفدت عندك واللي بيقلي ما في منك واللي بيقلي فعلا أنت النومبر ون فالحمد الله أنا شهدتي بحالي مجروحة ولكن كتير سعيدة بالنتيج اللي قدمتها من خلال شهادات الناس فينا طب دايما الانتقادات اللي بتتوجه لكم من إبال الناس لأي عالم فلك لأي عالم أبراج يمكن هايدي الانتقادات إلا ما تترك صغرات عند الشخص فهل بتحاول جمانا وهبي شو هي الصغرات اللي بتحاول تقومها اللي بتحس إنه في شي خلال أنا بدي زبطه بشغلي الحمد الله الحمد الله لحد هلأ ما قدرت إنه يوصلني أو حتى ما لقيت إنه وصلني انتقادات سلبية أبدا 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 بالعكس كل الانتقادات إيجابية وأنا بتقبل حتى إذا في حدا بيفهم بموضوع الفلك والطاقة يعطيني انتقادات أو ملاحظات ما عندي مشكلة بالعكس هيدا الشي بتقبلو لأنه يمكن يكون بمطرح معين مني صايبة أو يمكن كون بمطرح معين بعض بحاجة لدراسي أكتر فليش لأه درجة الإقبال اللي عم تلاقيها من الناس محصورة بلبنان والله أكتر بالعالم العربي بالعكس أنا درجة الإقبال عندي معروفة أكتر يعني الإقبال علي من الوطن العربي ومن أمريكا من كندا من أوروبا وحتى اللبنان اللي برا هلأ بلبنان نظرا لأنه يمكن برامجي شوي غالي على اللبناني لأنه فيه إنترناشونال كود بيكلف اللبناني النطرة على الخط والنطرة على الهيدا فبتلاقي أنه من برا التليفونات أرخص بيقدروا يتواصلوا على البرنامج اللبناني بس يلاقيني بالطريق بيمبسط أنه عطيته كلمة أو عطيته معلومة إن كاننا بمحلات التياب إذا كنت عم بعمل شاوبينج إن كاننا ببعض المطاعم أو حتى إذا ماشي على الطريق فكله بيسألني شو برجه وشو ممكن أعمل شو ممكن سمي البيبي طبعولي لأنه كمان أنا خبيرة بالأسماء للبيبي جديد أو حتى إذا شخص اسمه ممكن يكون عم بعاكسه بقوله خلينا نطلع على اسم تاني بيكون أقوى وبيعطيك حظوظ أكتر وكمان في شغلة كتير مهمة إنه إذا لقينا حلقة مفقودة بحياتنا لنقول أفلت علي أنا كمولودة برج القوس وأنت مولودة برج القوس في كتير من مواليد برج القوس ما قدروا يستوعب إنه هايدي السنة كانت فعلا سيئة 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 بكافة أنواعها اللي يكبروا عقلاتهم عرفوا واللي بيقروا فلك واللي بيعرفوا بعلم الفلك قالوا ممكن لأنه زحل عنا مأثر علينا شوي عم يتراجع شوي على برج العقرب في عنا بعض الحظوظ المتراجعة قدروا يستوعبوا ولكن في أقلية وأقلية كتير صغيرة إنه فسرت هالتراجعات هايدي وتأثيرات الكواكب علينا إنه صحر فبلشوا يركضوا من مشعوز لدجال ومن حجاب لحجاب لا أحطيه هايدي بالصدر بهذا الشمال أو باليمين أو على الورقة بالبيت هالأمور هايدي كلها لا أؤمن فيها لأنه أنا أؤمن بشغلات إنه من جدة وجدة ومن يعمل مسقالة زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقالة زرة شرا يرى يعني قداش الواحد بده يشتغل على حاله لحتى يقدر يطلع من تأثيرات الكواكب علينا ببعض المطارح سيد جومانا قده بيأثر عمليك على حياتك الشخصية؟ فاصلة بين حياتي الشخصية وبين عملي في أوقات محددة يعني أنا دايما في موعيد بيني وبين زبوناتي وفي بيرميشن تايم بيحترمه هو هالبيرميشن تايم ووقت بدي أعمل الجلسات حتى عن بعض لأنه في ساعة فلاكية لمطلقي لعلاج الطاقة بقل له بهذا الوقت حتى لو كان هو بأمريكا أنا قادرة وصل له هالزبزبات وهالفريكونسيز تابعولي الطاقة هو ببلد تاني بده يحس فيها وبده يشعر فيها لأنه فيه إلى تبارين خاصة وفيه إلى سلوكيات خاصة فماشي على الجدول وهيدا الجدول أكيد بيخليني أنه ألتزم بساعات العمل طبعولي بعيدة عن الخلط عن حياتي الشخصية وخصوصا أنه عندي توينز توينز هدولي أنه بياخدوا من وقتك شوي ولكن الحمد لله قادرة أنه نسق بين اتنين سيد جومانا كلمي أخيرة لكل المشاهدين ولكل الأشخاص اللي عم بتابعونا هالله نصيحتي الأولى لكل اللي عم بتابعونا الصلاة يفتحوا عيونهم بالصلاة يفتحوا عيونهم على على التفاؤل لحتى يكونوا مرتاحين طول النهار وقد ما فيهن يبعدوا عن الكمبيوتر والنات وهالأمور يعني مش يبعدوا يخففوا قدر المستطاع لأنه هلأ ما فينا نحنا نلغي النات ونلغي التواصل الاجتماعي إن كان عبر المواقع أو حتى عبر النات لحتى يكون عارفين شو عم بيصير ولكن كترتها بتولد الانتوائية بتولد الاكتئاب بتولد القلق بتولد كمانا الانعزال عن الناس والتقالف الاجتماعي وحتى كمانا أنه محيط العيلة طبعنا بنبلش نتجرد منه وبيصير الإنسان كل واحد لحاله ما بقى فيه ألفه ولا بقى فيه روح العاطفي مشاهدينا فيكم تتواصلوا مع السدج ومانا عبر الأرقام اللي عم تظهر قدامكم على الشاشة وبيمكانكم التواصل معها طبعا والاستفادة من استشاراتها شخصيا من هلأ أنا بدي ودعكم بتمني لكم أوقات سعيدة تسبحوا على ألف خير موسيقى